واشنطن تفرض عقوبات حالياً على حزب الله هل ما سيصدر عن المحكمة بإمكانه أن ماذا يفعل في هذه العقوبات؟ ماذا ستفعل الولايات المتحدة؟ المشكلة الرئيسية لحزب الله في حال تمت إدانته في المحكمة الدولية هي كيفية التعاطي مع هذه الأزمة أولاً داخل لبنان لأن الموضوع طبعاً يعيد إلى الواجهة شرخ كبير طبعاً أمام حزب الله بعض الخيارات أحد الخيارات أن يأخذ حكومة لبنان والدولة اللبنانية كرهينة ويقول الأمر لي في لبنان وأنتم حكومة شكلية الشكل الآخر هو أن يختبئ وراء هذه الحكومة وأن يقدم التنازلات وأن تبدو شكلية نحن نعرف في الماضي أنه كان هناك عدد من الاقتراحات على الحزب تقضي باعتبار هؤلاء الأشخاص قاموا بهذه العملية بشكل فردي ولكن حتى هذه التسوية طبعاً هي تؤذي حزب الله وهي تسوية رفضها الحزب إذن المشكلة الأولى التي سيوجهها الحزب في هذا المجال أستاذ الحسين طبعاً أوروبا كانت بعيدة عن الطريقة التي تتعامل فيها واشنطن مع حزب الله هل هذه المحكمة ستخرج بهم من نتائج تؤسس لتقريب وجهات النظر في مسألة مقاربة حزب الله وإيران بين أوروبا وواشنطن أعتقد أن أكثر انعكاسات المحكمة الدولية المخصصة للبنان حساسية على حزب الله هو الموضوع الأوروبي على مدى العقدين الماضيين كانت أوروبا تتمسك بمقولة أن للحزب جناح عسكري وجناح سياسي وأن أوروبا تتحدث ومستعدة للتفاوض بشكل متواصل مع الجناح السياسي طبعا هذا الطرح كانت ترفضه الولايات المتحدة جملة وتفصيلا وهي تعتبر أن لا أجنحة في الحزب بل حزب واحد يأتمر بأمر زعيم واحد وهي أوامر في الغالب تأتي من إيران في حال صدور أي اتهام بحق أعضاء في حزب الله أو بحق الحزب بشكل عام الأنعكاس الأكبر سيكون على علاقة أوروبا من المرجح أن تقوم العواصم الأوروبية المؤثرة بقطع علاقاتها على الأقل مع حزب الله وهو ما يعقد من عمل هذا الحزب طبعا وهو ما يعني يرمي الكثير من عمليات هذا الحزب إن كان السياسية أو المصرفية أو حتى الحياة المعيشية هناك عدد كبير من المقربين من حزب الله ممن يعيشون في أوروبا أو يتعلمون في أوروبا صدور أي حكم يدين حزب الله سيؤثر على كل هذه الوضعية التي كانت تريح الحزب والتي أعتقد في حال صدور حكم ستؤدي بشكل سلبي كبير جدا عليه